اشتركوا في القناة الاندلس وهذه فقط عين من الاكاذيب التي روج لها الاعلام الحكومي والخاص قبل 30 يونيو في اطار خطة ممنهجة ومحكمة لتهيئة الاجواء لما سيحدث في ذلك اليوم وما اعقبه من انقلاب عسكري مكتمري للاركان في الثالث من يوليو فبعد ثورة يناير مباشرة اعطى المجلس العسكري الذي كان يتولى ادارة شؤون البلاد تراخيص بث لمجموعة من القنوات الخاصة المملوكة لاعضاء النافذين في الحزب الوطني المنحل وكانت هذه الخطوة الاولى في التآمر على الثورة وبدأت القنوات الجديدة في العزف على اوتار الثورة واحتضنت الاتلافات الثورية كي تكسب مصداقية لكن لا يظهر ولكي لا يظهر الهدف الخبيث الذي صنعت من اجله او صنعت من اجله وبعد ان حققت هذه القنوات الشعبية كبيرة في وقت قصير صدر لها الضوء الاخضر ببادئ الثورة المضادة بقاعدة جوبلز الشهيرة اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الاخرون فهل كانت الاكذب التي روجها الاعلام قبل 30 يونيو متعمدة يتم صياغتها في مقرات الجزء الامنية والسيادية ويتم توزيعها على هذه المنابر الاعلامية ام انها كانت عفوية وناتجة عن حالة غضب ضد الاخوان المسلمين ثم لماذا استسلم الاخوان لهذه المؤامرة ولم يصنع اعلاما لواجه اكذب الاعلام الرسمي والخاص طالما انهم يشتكون منه ولماذا ارتمى ثوار يناير في احضان قنوات يمتلكها قيادات الفلول يقدم برامجها من طعن الثورة بالخناجر وهي في عزيها هكذا احتفى اعلام مصر في زمن الانقلاب بعصد اول رئيس منتخب جاءت به ثورة يناير هذا الاعلام الذي اطلق عليه اعلام البلعات والصرف الصحي لم يوقف حملته لحظة واحدة ودارت ألته الرهيبة ضد مرسي منذ اللحظات الاولى لرأسته حتى انها كادت تحصي على رجل انفاسه مكينة الاعلام المناهض للاخوان وبدعم من فلول نظام مبارك دارت باقصى طاقة لها لتشويه صورة مرسي امام الرأي العام معتمدة في ذلك على معلومات مغلوطة وقلب للحقائق مع التكرار والالحاح بعض هذه الاكاذيب وصل الى حد اتهام مرسي ببيع الهرام وقناة السويس لدولة قطر ودود مرسي كانت تأتي متأخرة وصل هذا الاعلام الى حد البداءات والسباب وقدم وصلات مطولة مما يسميه المصريون بالردح في كثير من الاحيان انت طالع تقول ايه انا مش قلتلك مئة مرة حط السلاك في بقك يا ابن العياط يا مرسي حط السلاك في بقك ايه عمونا اما عن موجة السخرية التي قادها اخرون فكانت بلا حدود هذه السخرية لم يسمع لها صوت ولم يسمح لها بالنطق اصلا في زمن الانقلاب هذا الاعلام كان بمثابة رأس الحربة في الانقلاب على مرسي وفقا لتحذير المرشح الرئاسي المستبعد حازم ابو اسماعيل لكن احدا لم يسمع للرجل هنا في مدينة الانتاج الاعلامي يكمل الخطر كما رأى ابو اسماعيل وانصاره ابو اسماعيل قال لمرسي تعال الى هنا يا فقامة الرئيس نداء صريح وواضح في منتهى الوضوح وبقول لها لك تحت عنوان اعمل معروف ويلحق اللحظة اعمل معروف تعال الان وكل شريف في مصر الى هذا المكان وسيحسم النصر قبل الصباح وبينما انشغل قطاع من الاعلام بتحطيم صورة مرسي انطلق قطاع اخر في نسج الاساطير حول السيسي قل قوله بانه ارسل طائرات لتصدي للأسطول الامريكي حول هذا الاعلام اقناع المصريين بان عليهم ان يطلبوا من السيسي التفضل بان يرأسهم وربط اخرون بشكل تعسفي بين الرجل وجمال عبد الناصر بعد عزل مرسي لا حديث عن الحريات وانما خطوط حمراء وضعها الاعلاميون لانفسهم تحت شعار حكم العسكر خط احمراء انا مش هسمح لابتقول العسكر تاقي مصراحة كده ولمناقشة دور الاعلام في صناعة 30 يونيو ارحب الكاتب الصحفي الوستاذ واي القنديل رئيس تحرير صحيفة العرب الجديد اللندنية انا سهلا بيك سهلا انت طيب سهلا يعني انا لفت نظري وانا مش متابع اول المشهد الاعلامي المصري ايام صورت خمسة عشرين انه طلعت قنوات بروس اموال احنا مش عارفين رأي جاية منين لكن ما لفت النظر انه كل من كانوا في ميدان التحرير اصبحوا نجوم هذه الفضائيات كيف وقع الثوار في فخ هذا الاعلام يعني لم يكن احد منتبها في ذلك الوقت الى ما يحاك ولا نستطيع ان نزعم ان هؤلاء كانت ملامح مخططهم او خططهم واضحة للعيان كان هناك فوران ثوري وهناك حماس شديد الكل يريد ان يتحدث الكل كان يفاخر بهذه الثورة الكل كان يريد ان يوجد لنفسه مساحة دور كبير في هذه الثورة سواء في تحضير لها او قيادتها او حتى حماية هذه الثورة كان هناك تصور لدى القطاع كبير من الثوار بان الكلام كثيرا عن هذه الثورة وعن عظمة هذه الثورة ربما يخدم الثورة ولكن الذي حدث ان ابتزلت المسألة في نهاية المطاف وتحولت الثورة الى مجرد مكلمة وكان الاخطر من ذلك ان بعض الوجوء الثورية تحولت الى انتهنت مهنة الاعلام احترفت واشتغلت في مجال بقى مزعين ومقدمين ومعدين ويعني كل ما شاءت وزملائهم اللي هم كانوا بقولوا على الثورة اجندات خارجية عظيم جدا نيجي هنا بقى لنوعية الملفات التي كانت تثار في ذلك الوقت كان هناك تمرير لمجموعة من الاسئلة ومجموعة من الفرضيات ومجموعة من الالغام الساكنة في مثل هذه الحوارات كانت تؤتي ثمارا للأسف شديدة العطب كانت تصنع فرقة ثورية كانت تحدث حالة من الفتنة بين معسكر الثوار ورأينا تبادل اتهامات وتطاير اتهامات بان هذا يزعم لنفسه ما لم يكن لديه وان هذا هو بطل الثورة وهذا بطل ميدان وبس تعني نوه انه فيه اشتباكات حاليا بين قوات الامن ومتظارين في مدينة 6 اكتوبر بمحافظة الجيزة اشتباكات تجري حاليا بين الامن والمتظارين في 6 اكتوبر في مقابل ده كانت هناك محاولات للمقاومة يعني كان المأمول من الاعلام في ذلك الوقت ان ينقل هذه الروح الثورية الى قطاعات من الشعب لم يتسنى لها ان تشارك في الميدان وان ترى هذا الميدان للأسف ان شغلت عدنا مرة اخرى الى معارك النخبة الى معارك نفس اجندة الاختلافات التي كانت سائدة قبل الثورة عدنا لها مرة اخرى يمين ويسار واسلاميين ولبراليين وعلمانيين وكلام ده بدأ في مارس على طول فتنة الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتقلت مباشرة الى شاشات الاعلام كانت هناك محاولات حقيقية في اعلام بديل يعني مثلا زهرت مجموعة عذكر كاذبون كانت ترد بالمعلومة والتوثيق والفيلم الوثائق والصورة بس مش في المينستريم يعني مش كانت تحاول ان تذهب الى الناس يعني مش ما عندهاش محطة صحيح كانت تحاول ان تذهب الى الناس في القرى والميادين وتسافر في المحافظات للأسف الشديد مثل هذه المجموعات وهذه التحركات لم يكن مرحبا بها بالشكل الكافي لدى وسائل الاعلام التي يعني قفزت او ركبت على موجة ثورة خمسة وعشرين ايه وكلنا يذكر ان كان هناك عداء شديد في طوال التمنتاشر يوم الخاصة بثورة خمسة وعشرين ايه معظم هذه الوجوه اللي ورا حضرتك دي معظمة مش كلها كانت ضد خمسة وعشرين ايه عظيم جدا هذا هو الفخ الذي حضرتك تحدثت عنه ان تم استياد وجوه ثورية وصارت يعني غسلت هذه الوجوه زي غسيل الاموال كده بالزبط كده غسلت فعلا فاكتسبت هذه المحطات مصداقية هذا هو الخطأ الجوهري لم يكن وكلنا وقعنا في ذلك الخطأ يعني كانت هناك فعلا فيه ترحيب غير مبرر بالظهور على اكبر لان الثور تعملوا بمنطق اذهبوا فانتم اطلقاء والتوبة تجبوا ما قبلها والتساهم وكان هناك احتياج حق يعني كان هناك منطق يقول ان انا اريد ان اوصل رسالتي من اي مكان يتاح لي لان كان في ذلك الوقت بدأت محطات تظهر مدعومة من اجهزة داخل الدولة لتشويه الثورة وهدم الثورة وما كنا نعتبره نوع من الاعلام الساخرة الاعلام المسخرة اعلام الذي يعني يثير الضحك اكثر تبين انه منهج واقصد هنا فكرة العكشنة الاعلام المصري وانا كتبت في ذلك طويلا انه كانت مادة للتنظر والسخرية من بعض هذه الوجوه اللي حضرتك بتتحدث عنها الذي حدث فيما بعد ان كل هذه الوجوه تعكشنت حتى النقاع لدرجة اني طلبت في ذات يوم بحق الاداء العلني لصاحب هذه المدرسة لان كل هؤلاء الذين يعني ارتدوا مسوحة المثقفين والاعلاميين الجادين وكانوا يسخرون واوا تحولوا الى نسق رديئة من هذا الكائن التلفزيوني الذي ظهر مدعوما باجهزة الولى العميق من غير خف الدم بالضبط لا يعني انا مش خف الدم هي فكرة انك احنا ليبقى نلوم على الناس يعني اذا كان الصور نفسهم صدقوا او يعني ايه يعني واقعوا في الفخ هنلوم على الناس ازاي بقى انه الاعلام طلعها في 36 ولا هو اللي دحك عليها ولا هو اللي غسل مخا لا احنا ما بنلومش عن الناس احنا بنلوم على انه كان فيه خطة شديدة الخبث وشديدة الدهاء عملت على مستويين المستوى الاول هو افساد المفاهيم يعني افساد القيم المتعرف عليها بحيث ان قيمة الوطنية اكتسبت معنى اخر شديد السوء بواسطة هذا الاعلام يعني ايه فكرة الوطنية تحولت في وقت ما الى ان تكون على عداء مع حماس والقضية الفلسطينية لدرجة ان احدى الصحف الصحف الانقلابية الصحف الانقلاب يعني كانت نشرت لو اذكر في وقت العدوان على غزة في 2012 كانت فيه رسائل وتعليقات من قراء بتدعو الى يعني تكاد تصلي من اجل اسرائيل لكي تدك هذه الغزة التي تدعم اخطر ما حدث ما صنعه هذا الاعلام فكرة اختراع وتسييد وتكريز مصطلح الخرفان اللي هو تهيئة الدماغ المصرية والعقلية المصرية لفكرة ان هناك من يجب ان يذبح فاختيار هذا الاسم تابعا ده صناعة اجهزة معلومات معلوماتية واجهزة استخباراتية شديدة المكر وشديدة الدهاء انها استخدمت هذا المصطلح هذا الاعلام عمل بكل دأب على ان يكرس هذا المصطلح لدرجة انها صارت كلمة متدولة لدرجة انه عشية التلاتين من يونيو كانت هناك على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية من يتحدث على ان اليوم الوقف هو غدا الذبح يعني لكن هو الخطأ الاول هو الذي ادى الى كل الاخطاء التالية ان الثوار خرجوا في هذه القنوات اعطاوها بصدقية مع ان كتير من هؤلاء يعني ليس بعد خامسة وعشرين يناير ربوا دقونهم وقعدوا في البيوت ليس السبب الوحيد وما كانش عندهم كان يشتغلوا فيه يعني هو ليس السبب الوحيد ولكن احد اخطاء الثوار انهم يعني مارسوا عملية تطبيع مع اعلام هو خصم وعدو لصورة خمسة وعشرين يناير كما قلت لك قبل قليل عملية غسيل للسمعة غسيل للتاريخ غسيل للماضي وهناك نمازج عديدة لهذه الآلية التي اتبعت وده ينبع ايضا من الظن بان الثورة انتصل طيب انا كنت بكلم بالزبط انا كنت بكلم مع حدودك على مستوى المستوى الاول اللي هو تكريس معاني فاسدة لقيم جميلة ومحترمة ونفس القيم اللي هي الوطن تم ابتزال هذه القيم وترويج مفاهيم شديدة الفساد لها بحيث يعني الثارة الوطنية كما قلت لك ان تنكفئ وان تعادي حماس والمقاومة الفلسطينية لان هؤلاء يعادون لان هؤلاء مثلا تحت زعم انهم اصدقاء الاسلاميين وجماعة الاخوان مثلا المستوى التاني من هذا الدهاء وهذا الخبز اللي هو اغراق الساحة ومال عقل ودماغ المواطن ومعدة المواطن بكثير من الملوثات المعلوماتية والاكاذيب وكانت هناك حالة اصرار على الاكذوبة يعني تختلق الاكذوبة وتلقى ثم مع الالحاح تكتسب شكل الحقيقة زي علام جوبلز بالزبط اللي هو رسالة تحكم في الرسالة الاعلامية اللي العالم تخطاه بالزبط وفي استراتيجية اللي هي بتقولك انك تخاطب المشاهد او القارئ على انه عقل صغير جدا وتلقي له كل يوم بما يناسب هذا المستوى الصغير فلن ينمو مستوى التلقي عنده سيظل مستجيبا لمثل هذه الاكاذيب الاكاذيب بقى احنا قلنا قناة السويس والاهرامات ومش عارف ايه وباع النيل وكثير ثم جاءت بقى الكارثة يعني هندسة قصة حماد المسحول هذه يعني تستحق يعني تستحق اوسكار تستحق من اساتذة الاعلام المحترمين صحيح يعني كيف تفبرك وتخلق ايقونة ثورية مزيفة وكاذبة مع انه من اسفين يا ريس من اسفين يا ريس ليس هذا فقط انا اذكر ان في ذلك الوقت نشرت صحفية في جريدة التحرير شهادتها على فيسبوك نشرت الممنوع من النشر في قصة حمادة هي ذهبت الى المنطقة التي خرج منها هذا الشخص وقابلت وثم صعقت بمفاجأة وهي قبل ان تخرج من هذا الحي وهي تكتب عندما قال لها سكان الحي ان احنا كلنا عارفين انه بيتأجر في مظاهرات توفيق عكاشة وانه 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 هذا الجزء من المادة رفض رئيس التحرير المحترم ان ينشره واذكر ونشرته الصحفية على مواقع التواصل الاجتماع وانه علقته على ذلك في ذلك في تلك الفترة فقصة حمادة هي نموذج يعني لكيف تصنع كذوبة وتلوح عليها حتى تكتسب شكل الحقيقة انا شخصيا خدعت انا اذكر اني كتبت على تويتر في تلك الليلة انه لو بقي وزير الداخلية في منصبه حتى صباح اليوم التالي كان وزير الداخلية ايام الرئيس محمد فان هذا الرئيس وهذا النظام فقدة شرعية هو باقي حتى هذه اللحظة يعني شوف من هذا ثم تكتشف في نهاية الامر ان القصة مصنوعة باجهزة امنية واجهزة اعلامية وحمادة ولذلك انا اتساءل اذا كنتم حاكمتم محمد مرسي على اشياء يعني مضحكة اما كان يستحق ان يحاكم على وقاعة حمادة لو كانت حقيقية يعني اكذوبة يعني كبيرة انت كده يعني تلقي في روعيهم افكارا يا سيد وائل لا مهندهمش اصلا يعني هل لي الاعلام نفس التأثير دلوقتي؟ اعتقد اني بدأ يعني استمرار الكاذب وان تستهدف المعدة بصنف واحد من الطعام الملوثة والوقت لابد ان يأتي يوم وهذه المعدة يعني تبدأ ترجع بقى درجة الاستجابة تقل كثيرا زي ما حضرتك ففيه فعلا لا فيه شيء من الوعي الان فيه استفاق ابن الوعي وخصوصا يعني ايه امارات الوعي ده؟ شو هقول لحضرتها النهاردة 36 والمفروض ده ده احتفالية كبرى بان مصر الحمد لله ربنا خلصها من المرسي والاخوان والشعب المفروض يكون سعيد النهاردة يعني عام على انجازه بداخل 36 امارات الوعي شو فكلما يعني تحدث هذا الذي حكم بعد الانقلاب عسكري وراقب مواقع التواصل الاجتماعي وراقب يعني هذه 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 التلقي الوعي جدا والعقلاني جدا لكل كلمة يقولها والرد عليها في لحظتها ليس من محللين ولا واوة ولكن من مواطنين عاديين يعني وكلنا وإحنا شفنا فكرة دخول عودة أو استعادة وهج سلاح التواصل الاجتماعي يعني اللي هو كان يعني خاطرة صورة 25 أصبح معارض مرة تانية بالتأكيد أمام هذا الحصار الإعلامي الشديد وأمام هذا السطوة الإعلامية التي منعت أي صوت ليس فقط يختلف ولكن يصمت حتى الصمت لم يعد مسموحا به في مصر إذا لم ترد طوال الوقت ما يريده السلطان فأنت مصنف عدوه ففيه إعلام بديل على مواقع التواصل الاجتماعي نحن نشوف كمان الإعلام البديل عندنا نحن بقى في البرنامج عمل إيه في دور الإعلام المصري التقليدي العام والخاص في ثورة أو في 30 ستة نشوف مع الزميل عمر عفيان الإعلام البديل ينقل دائما الفكرة من المواطن مباشرة أحمد على تويتر يقول هذا من الأخطاء التي يجب محاسبة مرسي عليها كان لازم ينتبه إلى هذا الخطر في رئيس يطلع بعد سنة من الإهانة ويقول عيب أنا أد أبوكي نذهب لتعليق آخر لأبو عمر يقول نحن نعيش في زمن الإعلاميين المرتزقة هكذا وصفهم نذهب لتعليقات فيسبوك على فيسبوك أسماء تقول دا سلح قوي جدا في حشد الشعب وتوجيه وقلهم ضد الرئيس وصفتهم أيضا بسلحة سحرت فرعون تعليق آخر لسيف يقول كان لهم دور كبير في إسقاط الثورة بطريقة اجذب حتى يصدقك الآخرون ثم اجذب حتى تصدق نفسك تعليق آخر على فيسبوك لي محمد محمد يقول قالها جوسيف جوبلز وزير الإعلام النازي في زمن هتلر أعطني إعلام بلا ضمير أعطيك شعب بلا وعي رد عليه هتلر وقال خذ الإعلام المصري سخرا إذن زين مما عليه الوضع مع الإعلام المصري أعطيك شكرا جزيلا عمر فياض أعود مرة أخرى إلى ضيف فيها للستوديو الأستاذ وائل قنديل لكن سمحلنا أيضا نتابع أستاذ وائل بعض الإعترافات من الإعلاميين بتعمد تشويه صورة نظام الدكتور محمد مرسي ثم نواصل النقاش لما حكم واحد اسمه عبد الرحمن بن أبي عامر كان جايب علته سموهم حكم العامرية أو العامريين اللي يقرأ في التاريخ عن العامريين دول يشعر أنهم بالحرف بالكربونة هم جمعات الإخوان المسلمين من يقرأ في تاريخ الأندلس سيعلم أن الإخوان المسلمين ودوروا ورايا في الكلام ده كانوا هم سبب سقوط الأندلس فكرة هز القيمة على فكرة ده جزء من اللي يستخدم مع الرئيس المعزول مرسي في وقت من الأوقات هم بيلعبوا اللعبة بس بشكل أكثر حرفية وقضارة هل أخطأ الإخوان في التعامل مع هذا الملف؟ هل أخطأ الرئيس مرسي؟ الرئيس مرسي بعده كل واحد طلع له يقوله يا ابن العياء هو بس في التعليق ده هو بيقولك بشكل أكثر حرفية وقضارة يعني هو وبيعترف أنه قضر وقضر وهناك الأكثر يعني هو بيعترف أنه قضر وأقل حرفية هل كان تعامل الرئيس مع الإعلام تعامل يعني تعامل رومانسي مش تعامل رجل دولة؟ صحيح يعني يعني بعد يطلع يقول يعني واحدة من أخطاء عيب رئيس الجمهورية بقولش عيب رئيس الجمهورية يقول القانون بيقول كذا واحدة من أخطاء الرئيس محمد مرسي ونظام الرئيس محمد مرسي أنه أهمل ملف الإعلام إهمالاً جسيماً بدأ هذا وأنا سجلته في وقته وأنا يعني مع احترامي للصديق صلاح عبد المقصود هو لم يكن الاختيار الأنسب لكي يتولى وزارة الإعلام في كل هذا المحيط من الشر أنت كنت تتعامل يعني كان لسه بيعترف بيقولك أنه ده اللي هي إسقاط القيمة وما عرفش إيه أنه فيه فيه منها وبالتالي هو بيعلى على موضوع الهاشتاج اللي هو بتاع انتخبه عظيم ما هو بيتكلم عن أنه ده كان سائد رئيس محمد مرسي وبالتالي فعلاً لا مسبيره خطف كان مخطوفاً من النظام الرسمي يعني مسبيره منذ أن أنشأ في عام ستين وهو تلفزيون الدولة تحول مع الوزير الإعلام الذي عينه الرئيس محمد مرسي والدولة اختزلت في الأجهزة يعني كلمة الدولة اختزلت في الأجهزة بالضبط كده إلى تلفزيون آخر يعني كان هناك خطاب على هذه الشاشات المفترض أنها رسمية أخطر بكثير جداً مما سمعتم في هذه الفترة مثلاً الوسائق التي نشرتها حركة حماس قبل شهور عن فكرة أنه كانت هناك آلة ضخمة إقليمية ودولية تعمل على تصنيع هذه الأكاذيب التي يتغذى عليها الإعلام المضاد إعلام الثورة المضاد وبالتالي لم يكن هناك أي رد فعل لم تكن هناك أي مقاومة ولا من الإقوان كجماعة ولا من الرئيس كرجل دولة بالضبط وفكرة يعني اعتبار أنه شكراً دعهم يتحدثون وووو للأسف الشديد كانت خياراً خاطئاً وكارسياً شكراً جزيلاً لك الأستاذ ويل قنديل الكاتب الصحفي رئيس تحرير صحيفة العرب الجديد اللندنية شكراً جزيلاً وما زلنا معكم في مصر الليلة وفي البرنامج بعد الفاصل بعد مقتل ضابطي شرطة وإصابة ثلاثة عشر آخرين في تفجير قم بولتين بمحيط الاتحادية كيف تعجز دولة تستنفر كل طاقاتها في حربها على ما تصف بالإرهاب في تأمين قصرها الرئاسي أم هي مجرد حيلة أمنية لتبرير إغلاق الميادين أمام المظاهرات الثالث من يوليو اشتركوا في القناة